مثل الكاتب الصحفي حسني محلي مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء سانا في أنقرة مثل أمام المحكمة في اسطنبول لرد على الاتهامات التي وجهتها إليه نيابة النظام التركي والمحكمة المناوبة بحجة إهانة كبار مسؤولي نظام أردوغان ورفض محلي الاتهامات الموجهة إليه مشددا على أن كل ما قاله كان في إطار عمله المهني كصحفيا يمارس مهنته منذ أربعين عاما حيث نقل دائما تصريحات المسؤولين الأتراك والأجانب فيما يتعلق بدعم نظام أردوغان للتنظيمات الارهابية في سوريا ومن بينها نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل